اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة اليوم نناقش في ذكرى مرور ثلاث سنوات على تصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الديمقراطية في تركيا كيف حصن الشعب التركي ديمقراطيته من الانقلابات العسكرية التي عاصفت اكثر من مرة بالحياة السياسية في البلاد وهل تلهم الديمقراطية التركية شعوبا تسعى لنيلها في الشرق الاوسط اشتركوا في القناة كيف فرض الشعب التركي خياره الديمقراطي الذي افشل انقلاب تموز 2016 خصوصا وان المؤسسة العسكرية حددت وتحكمت بتوجهات وخيارات البلاد السياسية في اكثر من مناسبة البلغت الحصانة الديمقراطية في المؤسسة العسكرية مستوى عاليا للقيام بدورها بحماية الوطن والنظام السياسي الديمقراطي التعددي على عكس المؤسسات العسكرية العربية والتي تحكم قبضتها على الحكم او اهله الا تعطي التجربة التركية وتدخل الشعب لحماية مكتسباته الديمقراطية القائمة على نزهة صندوق الاقتراع نموذجا ناجحا للحكم يستند فيه النظام السياسي لارادة الشعب بدلا من فوهات بنادق العسكر سنحاول اجابة على هذه الاسئلة مع ضيوفي هنا في الستوديو الباحث في الشأن التركي الدكتور عمر الفاروق كوركماز واستاذ العلاقات الدولية الدكتور عصام عبد الشافي ومن انقرة ينضم الينا الباحث السياسي الدكتور علي باكير مشاهدين نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة لا يمر عقدان من الزمان دون ان يقلب الجيش طاولة الحكم مقدما نفسه حاميا لقيم الجمهورية والعلمانية ولم يكن تدخل الجيش في السياسة امرا مألوفا فحسب بل وحتى مقبولا نسبيا عندما اطاح اواخر التسعينيات حكومة نجم الدين اربكان دون ان تتحرك قوته قيدة املا لكن خامس الانقلابات العسكرية واشدها عنفا ودموية كان اكثرها فشلا على الرغم من وجود عوامل كثيرة لنجاحه لعل ابرزها ردود الفعل الدولية الباهيتة على تلك المحاولات الانقلابية فبعد تزايد قوة المدنيين بوصول العدالة والتنمية الى سدة الحكم بدت قيادات في الجيش غير مستعدة للقبول بفكرة تحديد دوره بالدفاع عن الحدود بدلا من الاستمرار في التدخل في السياسة وفي ظل تنامي التهديدات الامنية الداخلية بإعلان تنظيمين بكاكي وداعش الحرب على تركيا وتشابك التوترات الخارجية زادت المخاوف من استغلال قادة في الجيش لهذه الظروف للقيام بانقلاب عسكري على الديمقراطية محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة الخامس عشر من تموز عام 2016 كان مخططا لها بعناية وشاركت فيها قوة نارية وبشرية كبيرة كطائرات الـ F-16 ودبابات ومصفحات وضباط كبار فضلا عن جنود وأفراد قوات خاصة لكن إجماع الطبقة السياسية حكومة ومعارضة والنخب الفكرية ووسائل الإعلام فضلا عن الرفض الشعبي وتماسك المؤسسات المدنية وصلابتها عوامل أسهمت جميعها في إفشال الانقلاب الموقف الدولية وعلى رأسها الموقف الأمريكي كانت مخيبة للأمال فباستثناء قطر والمغرب والاتحاد الأوروبي بأمينه العام ووزيرة خارجيته صدرت البيانات في الساعات الأولى فضفاضة ومتماهية مع ما ستأول إليه الأمور فكيف ينظر المراقب اليوم إلى انعكاسات تلك المحاولة الانقلابية على الديمقراطية بعد مضي سنوات ثلاث وكيف أسهمت لحم المجتمع التركي في دحر الانقلاب والانتصار للنظام المدني مقارنة بما جرى في دول أخرى عود الانقسام المجتمعي فيها بالديمقراطية الوليدة كما شاهدناه في تجارب شرق أوسطية ارتدى فيها العسكر بزة سياسية على مقاساتهم لبرنامج ولنا وقفة ياسين النهاري تي ارتي عربي دكتور عمر فاروق كوركماس أبدأ معك قبل الحديث عن لحظتنا الراهنة بعد ثلاث سنوات من الانقلاب الفاشل في تركيا دعنا نعود إلى ليلة الخامس عشر من تموز وكيف بلور الأتراك خيارهم هل فقط هي الخبرة المتراكمة من الانقلابات السابقة الذكريات المؤلمة أم أن هناك عوامل أخرى تركيا رأت انقلابات العسكرية كثيرة وعانت كثيرة وبالتالي فعلا هذه المعاناة تراكمت عند كثير من القيادات السياسية بكل اتجاهات بكل أتياف وبالتالي كنا نظن أن هذه القضية قد ولت ولن ترجع مرة أخرى عندما رأوا شعب أو خاصة جيل فوقا 40 الذين يتذكرون انقلابات العسكرية السابقة هم جنوا تذكروا تلك المعاناة التي حصلت في السابق وبالتالي سوف يرجعون إليه مرة أخرى ويخسرون كثيرا وسيخسر أولادهم وأحفاظهم على مدى البعيد وبالتالي بشكل سريء استطاع الشعب أن ينظم نفسه وخرج إلى الشوارع في الحقيقة قبل أن يظهر القيادات السياسية هذه النقطة مهمة لكن لم يكن خروج الأفراد وجزء من الشعب بشكل مكثف لأن طبيعة الأقل التركي ينتظم بأقل القيادة ينتظرون القيادة أين سيتوجهون وطبعا في تلك الفترة كما تعرفون كانت فيه دعايات أو إشاعات سلبية جدا أن أردوغان قد هرب أو سيهرب أو طلب اللجوء من هذا الرامع إلى ذلك كل هذا كان لتشويش القضية لكن ما زالك الشعب كان ينتظر أول ما ظهر أردوغان في الشاشة خلاص الجميع خرجه في أشياء متداخلة بدنا نشير إليه الشيء الأول إن لم يكن هناك تعاون من الجيش ومن الشرطة ومن الشعب لما نجح إسقاط هذه المحاولة هذه النقطة مهمة جدا لماذا أقول هذا حتى لا نظلم الآخرين في وطن الآربي هذه النقطة لا بد أن نشير إليه في بعض الأحيان نموذج تركي في إفشال الإنقلاب هذا جيد مهم ولا شك أن الشعب التركي وقف وقوة بطولية لكن إن لم يكن هناك تعاون بين الشرطة والعسكر والشعب الأمر كان خطير جدا كان سيؤدي إلى قتل قتل عام قتل كبير جدا في أوساط الشعبية أنا جلست مع الأمن كثيرا في ليلة محاولة الإنقلاب وبعد محاولة الإنقلاب أيضا حتى الشرطة قالوا إذا لم يخرج الشعب لم يحصل على الجرأة الكافية لكن إذا لم يكن شرطة مع الشعب أيضا الموضوع كان يعني هنا طلقت الإرادة الشعبية وأجزاء مهمة من المنظومة العسكرية والأمنية في قرار هو الذي جعل الشعب ينجح في الموضوع لنفصل قليلا في هذه المنظومة العسكرية والأمنية معك دكتور علي باكير يعني أيضا عودة إلى تلك اللحظة من ثلاث سنوات العوامل التي أفشلت محاولة الإنقلاب كما يراها البعض تختصر بالنسبة لهم بعاملين رئيسيين أول شيء عدم إجماع المؤسسة العسكرية أو الجيوش التركية بمختلفها على محاولة الإنقلاب هذه أيضا الدور الخاص الذي قامت به القوات الخاصة التي تمت رعايتها لفترة من الزمن بعيدا عن مدار الجيش هل هناك عوامل أخرى؟ أعتقد أن النقطة الأهم في كل هذا السجال الحاصل هي وعي الناس الناس كانوا على درجة عالية من الوعي بأنهم لم يسمحوا لأي طرف أن يقوم بسلب إرادتهم وبالتالي هم كانوا يدافعون عن النظام الديمقراطي وهم أيضا لم ينتظروا قيادات لتقول لهم أنا أسكن هنا في أنقرة وفي ذلك الوقت كان الاشتباك حاصل قبل بين الناس وبين المؤسسات العسكرية وعندما استولوا أيضا على التلفزيون الرسمي الناس نزلت بأنفسها دون أن تنتظر أي قائد أن يقول لها إنزلوا واشتبكوا بشكل مباشر بالتالي وعي الناس حقيقة كان عاملها أساسي ومهم لأنهم شاركوا في صناعة هذا النظام الديمقراطي ولا يريدون أن يخسروه لأي طرف كان العامل الآخر طبيعة الحال هو أن من قام بالعالمية الانقلابية هم مجموعة صغيرة حقيقة داخل المؤسسة العسكرية وجزء أيضا من هذه المجموعة الصغيرة لم يكن لديها علم بالمهمة التي تقوم بها وبالتالي هم تلقوا أوامر بالنزول حتى دون أن يعرفوا ما هو الهدف وما هو التحرك وبالتالي كانوا نقطة الضعف أساسية أيضا التنوع وتعدد المؤسسات الأمنية الشرطة لعبت دورا مهما حقيقة حتى هنا في البلدية كان لها دور شاحنات البلدية قامت بقطع بعض الطرق أمام الانقلابيين وبالتالي لعبت دورا مهما الناس توجهوا أيضا إلى المطار لإفشال أي عملية قد يقوم بها الانقلابيين باستغلال المطار وبالتالي تضافر هذه الجهود وهذه العناصر كانت العامل الأساسي في إفشال الانقلاب قبل أن يعلن فشله رسميا وبالتالي فيما بعد أيضا صمود القيادة ونزولها إلى الشارع ودعوتها المواطنين هذه كلها جاءت فيما بعد دكتور عصام بمقارنة ما حدث في بعض دول الجوار هل لغياب هذين العاملين وعي الناس مما يجري وعدم وجود الخبرة التراكمية وأيضا إرادة المؤسسة العسكرية التي لم تلتقي مع الإرادة الشعبية هل هذا هو الفارق؟ لا وهناك مجموعة أخرى من الفارق أعتقد أن التجربة التركية بحكم التراكم في الخبرات والمعارف أعتقد هذا عامل مهم دور القيادة السياسية كان عاملا شديد الأهمية في هذه الأزمة وفي التعامل معها بدرجة كبيرة في المقابل لم تكن هناك قيادة سياسية حققية تدير المشهد السياسي في مواجهة الانقلاب العسكري على سبيل المثال في مصر لأنه خلال العام الأول من حكم الدكتور محمد مرسي كان هناك عمليات حجد وتعبئة شديدة ضد القيادة السياسية ممثلة في الدكتور مرسي وحكومته وبالتالي غياب هذه القيادة كان له عامل شديد للتأثير عامل أيضا مهم وهو البعد الخارجي في الانقلابات العسكرية البعد الخارجي في النموذج التركي 2016 لم يكن واضحا وبقوة في التأثير وكان هناك نوعا من السيطرة والاحتواء أو على الأقل تحجيم هذا الدور وأبعاده خلافا للمشهد في مصر كان هناك تأثير قوي لمجموعة من الأطراف الإقليمية والدولية التي كان لها دور في تحريك ليس فقط الوسائل الإعلام التي تحشد وتعبئ المواطنين في مصر ضد النظام القائم ولكنها التي وفرت دعما ماديا كبيرا ودعما معلوماتيا كبيرا ودعما بل وعسكريا وأمنيا للمؤسسة العسكرية في مصر الجانب آخر شديد الأهمية أنه في الحالة المصرية على سبيل المثال الفرق كبير بين الخبرتين التركية والمصرية لأن في التجربة التركية نجحت القيادة السياسية المتوالية خلال 15 عام منذ 2002 وحتى 2016 في بناء عدد من المؤسسات وعادة هيكلتها فنجحت هذه المؤسسات في أن تشكل روافط بديلة تستطيع أن تعبئ القدرات سواء القدرات الرسمية أو القدرات الشعبية في المواجهة لأن ينكر دور البلديات في حالة في نموذج الانقلاب الفشل 2016 لا يمكن أن ينكر دور المساجد الذي كان لها دور كبير في توجيه خطاب ليس خطابا دينيا ولكن خطابا تعبويا لصالح كثير من قطعات شعب كما لأن المساجد تحديدا عانت في انقلابين هذا لم يكن موجودا في الحالة المصرية بدرجة كبيرة أيضا وكما أشار الدكتور فاروق والدكتور علي الحضنة الشعبية أعتقد أن كان لها دور كبير وشديد الأهمية في ذلك لأنها أيقنت أن النجاحات التي تحققت بين 2002 و2016 لا بد من الحفاظ عليه عامل شديد الأهمية أيضا غاب في النموذج المصري وهو دور المعارضة السياسية المعارضة السياسية وكما أشار الدكتور فاروق سواء من كل اتجاهات لبرالية يسارية علمانية دينية وغيرها كان لها موقف واضح ضد تدخل الجيش في العملية السياسية كان ما يجمع هذه النخب على اختلاف انتماءاتها هو الاتفاق على مبدأ الديمقراطية والديمقراطية خيار هذا لم يظهر في مصر كان هناك نقاش عن الشخص أو الحزب أكثر منه المبدأ هو الإشكالية الكبرى أن المرجعيات السياسية في مصر ليست متبلورة بشكل دقيق كما في الحالة التركية هناك طيار إسلامي كبير له عدد كبير من القواعد والإمكانيات والقدرات ولكن في المقابل طيارات لبرالية ويسارية قواعدها محدودة وبالتالي تبلور أفكارها ومبادئها شكل أيضا خللا كبيرا في التحول أو في الحراكة المصر الإشكالية الأكبر في الحالة المصرية أنه تم تصوير الأمر على أنه مواجهة بين طيارات إسلامية ومؤسسة عسكري أو أن الصراع عسكري إسلامي وهذا غير الرقيق بدرجة كبيرة ولكن كان بالأساس هو صراع مدني عسكري وليس دينيا عسكري أو دينيا مدني دكتور عمر سأكمل معك بموضوع العامل الخارجي وما أثروا في ليلة الإنقلاب وكيف أثر على علاقات تركيا الخارجية منذ ذلك الوقت إلى يومنا الآن أولا السؤال لماذا هم يريدون الإنقلاب هل فعلا يريدون أن يشاركوا أو يمسكوا السلطة الذين قاوموا بالإنقلاب أو أخذوا الأوامر من الخارج هذه النقطة مهمة جدا هذا السؤال يضم هذا الجواب أيضا نحن لدينا علم كامل أن كل الإنقلابات العسكرية السابقة بطريقة ما حصلت بدعم خارجي حتى عندما حصلت إنقلاب العسكري في الثمانين ولاية المتحدة الأمريكية بكل صراحة قال أولا الشباب هم شبابنا والشعب التركي لديه معرفة كاملة عن ما حدث في السابق وبالتالي عندما شعرنا أن هناك إنقلاب عسكري كنا نتسأل من وراءه من يقوم بهذا الإنقلاب سرعا ما اكتشفنا أنه فعلا أيضا تدخل خارجي لكن في هذه المرة قد وجدوا عملاء من الداخل وبالتالي كان نجاحهم كان محتمال كبير أيضا كان في مشكلة أكبر من الإنقلاب العسكري هذه المرة ليس إنقلاب عسكري يأتي للجيش يزيل كومة المدنية أو حياة الدموقراطية لا هم كانوا يريدون أن يفتح تركيا من حدودها من قيادتها إلى مصر حرب أهلية وبالتالي تركيا كانت ستفتح إلى حرب أهلية لذلك عندما أدرك التراك أن الوطن سيساب من أيديهم جعلوا المسألة قضية وطنية دكتور من روح ما تقوله هناك يعني بعد يتعلق بعلاقات الجيش وعلاقاته الخارجية الآن اليوم كيف تغير الجيش التركي هل يعني توقف عن كونه ذلك الكيان الذي له علاقة في السلطة والسياسة وتحول إلى مؤسسة مهنية احترافية تابعة للدستور وحكومة منتخبة هنا يجب أن نصحه سؤالك لابد للجيش وللحكومة أن تكون لها علاقات خارجية لكن هذه العلاقات لا تكون على حساب الدموقراطية أو على حساب الشعب أنا فقط لأوضح لأنه ربما لا تحتاج لتصحيح أقارن بين الجيش الذي قام بانقلاب الستينات والثمانينيات ويومنا الراهن الذي أقصد لابد أن تكون علاقات خارجية للجيش والحكومة المدنية والديموقراطية وهذا كلها أمر طبيعي لكن إذا كانت هناك علاقات على حساب الشعب أو على حساب الدموقراطية والحرية في البلد هذا هو المرفوض الذي أقصد يعني عندما عرف شعب التركي أن هذا الانقلاب وراء من هذه المحاولة أنه أجندة خارجية لذلك عندما يأتي المواطن التركي إلى جندي تركي الذي يحمل الصلاة كان يقول هل أنت جندي تركي أو أجنبي يا ابني هل أنت تقدم الوطن أو تقدم الأجندة الخارجية هذا كان يكسر نفسية الجندي والعسكر هناك الكثير من الجنود الذين انسحبوا بعدها ولكن ما عليش اسمح لي سأطرح سؤالي مرة أخرى كثيرة هي التحولات التي مر بها الجيش التركي منذ 2002 وأيضا في ضمن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي طلبت هناك إصلاحات وأثرت على هيكلية الجيش طريقة تفكير الجيش ولكنها ربما لم تكتمل فالآن في يومنا الراهن هل نستطيع أن التحولات المطلوبة سواء على صعيد وطني من الجيش التركي قد اكتملت هل تحول إلى مؤسسة مهنية محترفة أولا الجيش التركي جزء من كيان المجتمع وبالتالي التجربة الدموقراطية العريقة الآن في تركيا قد أدى إلى قبول كبير من طرف أبناء الجيش أيضا وبالتالي حتى من طرف أبناء الجيش الإنقلابات العسكرية مرفوضة لماذا نحن عندما دخلنا في مرحلة الإنقلابات العسكرية في تركيا تراجع الأقساط، تراجع الأمن، تراجع الحريات، تراجع الدموقراطية من يريد من أبناء الجيش الإنقلابات العسكرية وبالتالي حتى عسكرياً الإنقلابات العسكرية مرفوضة أما الإصلاحات الداخلية هناك تقدم كبير مقارنة بسنوات الماضية رأيك دكتور علي باكير بنفس النقطة؟ نعم، أنا حقيقة طبعاً المؤسسة العسكرية التركية هي مؤسسة محترفة منذ القدم ليس من الآن وهو خبراتها خبرات تراكمية لكن المشكلة الأساسية كانت في طغيان نفوذها العسكري على المجال السياسي وبالتالي عندما كانت تقوم بالانقلاب وهنا أيضاً مفارقة بين النموذج التركي وغير من النموذج البلدان المجاورة المؤسسة العسكرية كانت تسيطر على النظام بعد أن تقوم بانقلاب ثم تتيح المجال مرة أخرى للنظام لأن يأخذ مجراه أو مداه لكن في الحالة المصرية على سبيل المثال المؤسسة العسكرية هي الدولة الدولة هي المؤسسة العسكرية ومؤسسة العسكرية هي الدولة أيضاً الآن النموذج التركي خلال العقد الماضي تم تقليم أضافر المؤسسة العسكرية لناحية تدخلاتها في المجال السياسي ولكن علاقاتها الآن علاقات احترافية تخضع للدستور والحكومة المدنية مهمتها الأساسية ليس حماية العلمانية كما كانت سابقا وإنما حماية حدود الدولة وحماية أمن الدولة والمواطن التركي ولا تزال تحتفظ طبعا تركيا هي ثاني أكبر جيش في الناتو علاقات المؤسسة العسكرية علاقات قوية مع الغرب مع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريبات العسكر الأتراك المعظمها تجري في الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمون مقاتلات F-35 التي يجري حولها نقاش أو جدل مؤخرا الطيرون الأتراكي تدربون في الولايات المتحدة الأمريكية والشراكة العسكرية التركية في إنتاج هذه الطائرة هي على الولايات المتحدة الأمريكية للتالي يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار ما قامت به تركيا خلال السنوات القليلة الماضية بعد الانقلاب هو محاولة تنويع أيضا علاقتها مع الأطراف الأخرى منهم روسيا وربما الصين لاحقا لكن لا يمكن لهذه الأطراف أن تكون بديلا عن علاقات المؤسسة العسكرية مع الناتو أو مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة دكتور عسام مرة جديدة نعود للمقارنة النظم العسكرية في العالم العربي لها سياق بختلف تماما ما لازم لتخوض مشوارها في التحولات وتنتظم العلاقة العسكرية المدنية وعلاقة المؤسسات الديمقراطية بالجيش لا والدول العربية تواجه إشكاليات كبيرة والأمانة إشكاليات حقاقية وجوهرية كما ذكر الدكتور علي أن تتقارننا بين جيش يتمتع باحترافية وفق خبرات متركمة لعدة عقود وبين جيوش تمثل الدولة وتنظر إلى الدولة على أنها ليست دول لها جيوش ولكن جيوش لها دول هذه إشكالية حقاقية وتحديدا في التجربة المصرية الجيش المصري يسيطر على الأقل من 50 إلى 70% من اقتصاديات الدولة وكل ثرواتها ومقدراتها ويتعامل مع كل المؤسسات بكل مستوياتها قضائية وأمنية حتى والدينية والتعليمية من منطق التأميم وليس من منطق أنها مؤسسات تمارس أدوارا نوعية بعيدا عن نطاق سيطرتي هذا جانب الجانب الآخر في إطار المنظومة العربية لابد أن نميز أيضا بين عدة مستويات مستوى الجيوش الوطنية في دول الجمهوريات التي تشكلت بعد 1945 ومستوى الجيوش التي تشكلت في ظل حكم إمارات أو نظم ملكية الأمر هنا أيضا يختلف ويوجد مستوى سالس بين الطرفين وهو الجيوش التي تشكلت أقرب إلى الارتزاق وليس إلى لا تجمع بين الوطنية وليس الشكل القبلي وبالتالي عندنا توجد في دول العربية فجوات حقيقية في تكوين هذه الفجوات تحديدا دكتور عصام ننتبع أن بعض الأنظمة تنتقد التجربة التركية كثيرا في كل مناسبة إعلامها الرسمي وأيضا الخاص على سبيل المثال عند الانتخابات البلدية كانت هناك حصة للتغطية التركية وانتقاد الديمقراطية والتشكيك بالديمقراطية التركية هل هذه الفجوات ممكن أن تغطى من خلال هذه التجربة التركية لأنها الأقرب إلى العالم العربي هو بعد 2011 كان تم طرح التجربة التركية على أنها يمكن أن تشكل النموذج ولكن لا يجب أن نتجاهل أن هناك نوع من أنواع التنافس الإقليمي بين تركيا وعدد من الدول العربية النموذج المصري حاضر بقوة كمنافس إقليمي النموذج السعودي حاضر بقوة النموذج الإيراني حاضر بقوة هذه النمازج أقرب إلى مشروعات بعضها اكتمل وبعضها لم يكتمل فيما يتعلق بالتنافس الإقليم وبالتالي أي نجاح يمكن أن تحققه التجربة التركية سيتم النظر إليه على أنه في إطار من التنافسية السياسية والتنافسية الإقليمية والدولية للسيطرة على المنطقة وهنا ستجد كثير من التحفص كثير من المعارضة كثير من الرفض لهذا النموذج هذا جانب الجانب الآخر حتى في الحالة المصرية بعد نجاح ثورة 25 يناير وعندما بدأ الإخوان يتجهون إلى السيطرة أو على بعض مقاليد الأمور السياسية نوزر أيضا إلى التجربة التركية على أنها منافسة لأن هناك اختلاف كبير في رؤية الإخوان للوضع السياسي ولإدارة شؤون الدولة مقرنة بالتجربة التركية دكتور عمار باقيلي من الوقت القليل عن مسار الديمقراطية من ليلة الخامس عشر من تموز منذ ثلاث سنوات إلى يومنا الراهن بعد كل ما شاهدنا في الفترة الأخيرة من الانتخابات التمسك بالديمقراطية المسار الديمقراطي حتى في الاعتراض على نتائجها هل نستطيع القول بأن الديمقراطية باتت بأمان في تركيا لا تراجع عنها يعني أنا أعتقد ديمقراطية التركية يعني ديمقراطية متقدمة جدا بأسباب كثيرة أولا الشعب التركي يتمسك بالصناديق يتمسك بقيم الدمقراطية ثانيا حتى كثير من الناس في بعض الدول الإقليمية تتهم تركيا أو يتهمون تركيا على أن أردغان أصبح ديكتاتور وما إلى ذلك لكن حتى إعادة الانتخابات في إسطنبول يدل على أن النتيجة الأساسية إلى الآن يدل على أنها دمقراطية وبالتالي تركيا الدمقراطية الجميلة والاستفادة من الدمقراطية المطلوب في كل مكان ليس فقط في تركيا أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن التركي الدكتور عمر الفاروق كوركماز وأيضا أشكر أستاذ العلاقات الدولية دكتور عصام عبد الشافي وضيفي من أنقرة الباحث السياسي الدكتور علي باكير شكرا جزيلا لوجودكم معنا في هذه الحلقة ومشاهدين نرحكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة